أهلا ومرحبا بكم مشاهدين في قناتكم English Language شرح بعض الأزمنة من خلال مجموعة الجمل هو فيديو لليوم إذن فلنبدأ على بركة الله أول جملة هي I eat pizza إذن أنا أكلوا البيتزا I أت أكلوا البيتزا أي البيتزا I eat pizza إذن جملة بسيطة هنا استخدمنا المضارع البسيط Present simple Present simple إذن جملة بسيطة لا نضيف شيئا لفعل eat أوكي إذن في simple present لا نضيف شيئا للفعل فقط مع ضمائر هو هي وهو هو أو هي لغير العقل أما إذا قلت أما إذا قلت simple past و simple past و simple past ينقسم إلى قسمين أفعال شاذة وأفعال غير شاذة أفعال الشاذة هي التي تتغير جدريا ولدينا لائحة الأفعال الشاذة يجب حفظها أو يتم حفظها عبر استخدام الأفعال كثيرا أما الأفعال الغير شادة هي الأفعال التي نضيف لها ED إلى نهاية الفعل مثلا نضينا play played إذن نضيف ED إلى نهاية الفعل أو study studied نتحدث عن الماضي البسيط I ate pizza والذي فرب eat يأكل وفعل من أفعال شادة إذن قمنا بتغيير طريقة كتابتها ونتقها تغير eat I ate pizza أنا أكلت البيتزا لدينا I am driving the car I am driving the car أنا أقود السيارة أنا I أنا I am the verb to be إذن لدينا هنا the verb to be قمنا بتصريفي إلى simple present نقول I am you are he is she is it is we are you are they are driving إذن the verb to drive أي يقود أضفنا لها I N G I N G إذن I am driving هنا قمنا بتصريف الفعل إلى present continuous المضارع المستمر present continuous وهذا الزمن نستخدمه عندما نتحدث عن شيء نفعله الآن now دن هنا أنا أقود السيارة الآن وهو عبارة عن subject pronoun أي الضمير الذي هو I ثم the verb to be نقوم بتصريفه إلى simple present هنا لدينا I am ثم the verb مثلا لدينا هنا drive أي يقود نضيف له I N G إذن نقول I am driving لا نقول I driving لا دائما يجب استخدام the verb to be I am driving the car أي السيارة إذن أنا أقود السيارة الآن إذن أتحدث عن شيء أقوم به الآن مثلا I am writing I am writing إذن أنا أكتب متى الآن أنا أكتب ولا زلت أكتب إذن I am writing you are speaking إذن أنت تتحدث الآن يسمى هذا الزمن ب present continuous present continuous أما إذا أردنا أن نقوم بتصريف هذا الزمن إلى الماضي نقول I was driving the car I was driving the car إذن ما هو التغيير الذي حصل لدينا the verb to be I am أصبح I was I was إذن تغير إلى simple path نقول I was you were he she it was you we they were في simple path الماضي البسيط لفعل يكون I was ثم بقي the verb driving كما هو driving the car I was driving the car كنت أقود السيارة I was driving the car جملة الموالية he works as a doctor he works as a doctor هو يعمل إذن هنا he هو works أي يعمل as ثاني كمثلة أو ك doctor أي طبيب doctor إذن هنا زمن present sample لماذا؟ لأننا فقط قلنا في البداية نضيف الاس له she at لدينا the verb to work to work لأيما نعطي مصدر الفعل أو الفعل الأصلي نضيف to to work إذن يعمل to work هنا قمنا بتصريفه إلى simple present المضارع البسيط نقول he works he works أما مع I نقول I work لا يحدث أي تغيير you work فقط مع he she at نضيف الاس إذن he works هو يعمل as doctor أي كطبيب as doctor إذا قمنا بتصريف هذه الجملة إلى الماضي البسيط simple present فإننا نقول he worked he worked as doctor he worked as doctor هو عمل كطبيب هو عمل كطبيب إذن نتحدث عن الماضي البسيط simple past ولاحظتم أنني قلت worked ولم أقول worked عندما يكون نهاية الفعل هو حرف كي إذن تنطق ب الد تنطق ت كت كت يعني إذا قلنا كد ثقيلة في النطق نقول he worked لأن الفعل ينتهي بكي إذن نقول كت he worked as doctor إذن أضفنا هنا ed إلى نهاية الفعل لأن هذا الفعل هو فعل غير شاذ بالنسبة للماضي البسيط أوكي he worked as a doctor هو كان يعمل كطبيب الجملة ما قبل الأخيرة he is a teacher he is a teacher إذن هو أستاذ he is a teacher إذن هنا he هو is هو الفعل وهذا الفعل هو the verb to be في simple present في المضارع البسيط نقول he is a teacher أستاذ he is a teacher إذا عرضنا أن نقول he is a teacher إلى الماضي البسيط نقول he was a teacher he was a teacher إذن he هو was the verb is أصبح was إذن نتحدث عن the verb to be في simple past يصبح was a teacher أي أستاذ he was a teacher إذن لدينا مجموعة الفيديوهات في القناة التي نتحدث فيها عن كل فعل بالتفصيل مثلا the verb to be في simple present أو في simple past ويكون شرح مفصل ولدينا the present continuous the past continuous لدينا مجموعة الأزمنة بالشرح المفصل إذن مشاهدين أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو بعض المعلومات أشكركم على تتبعكم لقناة English Language بالتوفيق للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته